فجأة انخفضت خلافات النواب بخصوص قانون اقرار موازنة العراق للعام 2021 اخذ كل مكون ما يرضيه او يرضي ناخبه اخر العقبات بين بغداد واربيل تمت تسويتها بخصوص تسليم عائدات نفط اقليم كردستان بعد احتساب كميتها وآلية تسليمها تمهيدا لدفع مستحقات الاقليم من الميزانية الاتحادية اهم المشاكل والمعوقات انا اتكلم فيها الجانب السياسي هي ما بين الفقرات المتعلقة باقليم كردستان بعض الكتل التي لم تحصل على متطلباتها قررت مقاطعة جلسة التسويت على موازنة عام 2021 كتلة المشروع العربي طبعا معترضة على ما ورد في الموازنة بصيغتها النهائية او شوها النهائية باقل تقدير لحد الان وفي اطار تسهيل اجراء انتخابات نيابية مبكرة تم جمع تواقع عدد كبير من النواب من اجل حل البرلمان تمهيدا لاجراء الانتخابات المبكرة الفقرات تطالب باصدار قرار من مجلس النواب ليحل نفسه بتاريخ خمسة عشرة لغرض اجراء الانتخابات النيابية المبكرة بتاريخ عشرة عشرة الى جانب ذلك جمع التواقع اكثر من مئة نائب طالبوا باعادة سعر صرف الدولار الى قيمته السابقة هناك اراء كثيرة من بعض الكتل السياسية من عندها تقليل سعر صرف الدولار الى مئة وثلاثين يعني اراء اذا كان هناك اتفاق عليه يمكن تضمينه على الرغم انه غير ملزم للحكومة لان الحكومة مصرعة على مئة وخمسة وربعين الف وترى للحكومة ان تدخل النواب في تحديد سعر صرف الدولار امر خارج عن صلاحياتهم صعوبات اقتصادية يعاني منها العراق عكست على مقدرة الحكومة في توفير رواتب موظفي الدولة قبل بضعة اشهر وقد يؤدي تغيير سعر صرف الدولار الى بناء الموازنة على اسس غير دقيقة الامر الذي اغضب وزير المالية وجعله يهدد بالاستقالة حال تمت اعادة سعر الصرف الى ما كان عليه قبل ثلاثة اشهر ضياء الناصر العربي بغداد موسيقى